الألعاب الأخرى وتحديدا هنتكلم عن المنتخب الوطني للجنباز الفني رجال وسيدات اللي غادر القاهرة لبلجيك عشان يشاركوا بقى في بطولة العالم للجنباز الفني هفروض البطولة دي هتنطلق يوم 30 سبتمبر والمؤهلة طبعا لأولمبياد باريس 20-24 بطولة مهمة جدا منتخب مصر خاض رجال وسيدات معسكر كان مغلق بجورجيا وكلمنا عنه قبل كده ده قبل انطلاق هذه البطولة والحقيقة خلينا نقول فيه مجهود كبير جدا مبذول طبعا وعندنا ثقة في الأول وفي الآخر في أبطالنا أنهما يتأهلوا بإذن الله باستحقاق لأولمبياد باريس فالتأهل فقط أكيد يعني مش هقول مردي لكن هو شيء يسعدنا جميعا لكن عشان نقول بقى الأداء مردي والنتيجة مردية لازم يكون فيه أكيد يعني نتيجة على الأرض مكللة بيعني ميدليات بقى إن شاء الله نتمنى تكون ذهبية يعني لأن مصر برضو تستحق ذلك حتى لو احنا بنتكلم على مستوى رياضة أو اتنين لكن احنا نرجع من غير أي ميداليات ذهبية أو ميدالية واحدة بتهيألي مع كل التطوير اللي حاصر على الأرض حاليا والاهتمام به الرياضة في العموم لا احنا ممكن نحقق أكتر من كده بكتير على كل حال خلينا ناخد على التلفون لأستاذ أحمد المحمدي المنصق الإعلامي لإتحاد الجنباز أستاذ أحمد أنا بصبح على حضرتك بونجور صباح الخير من هواني صباح الخير على كل المتحدة يعني خلينا في البداية ولو حضرتك تتفق معي في النقطة الأخيرة أنا كلمت فيها قبل ما نتكلم طبعا عن البعثة والمشاركين ونتطمن هل احنا بنتكلم هل احنا كافي فكرة أن احنا بنتأهل للأولمبيات يعني دورة عن دورة ولكن ما بنحصدش اللي احنا بنتمني من عدد كمديليات أو غيره وخصوصا المديليات الذهبية اللي دلوقتي ممكن تكون مش بعيدة عن أحلام وطموحات الأبطال المصريين فخليني أبدأ من هنا طبعا معكي حق أنه وانت يعني في جل السفرة المصري بكعيشها مؤخرا ومشاعات وطبع بنية تحتية وكل دوت بيساعد جميع الألعاب نتكلم عن جباز ده في جميع الألعاب إنها تقدر تنجح وإنها تقدر تحقق إن شاء الله مديليات بسرعة أكبر وإليها مكانة دولية ومكانة عالمية وتنافس في جميع المحاكم إن شاء الله ده اللي بنتمنيها الفترة الجاية وخصوصا مهما الفترة اللي فاتت يعني الحمد لله فيها العرق تفيد جدا على المستوى العالمي يقدر أنها تحقق مديليات دهب وتتصدر تصنيف الدول فإن شاء الله الفترة الجاية تكون استكمالا بإذن الرحمن طيب عايزين برضو فرصة وحضرك منورنا على التليفون عايزين نطمن على البعثة وعن عدد المشاركين إحنا عندنا كام لعب ولعب هايشاركوا في البطولة دي إن شاء الله يعني الحمد لله البعثة غدرت مبرحة لجدية ووسط بالسلامة البعثة عندنا مكونة من ثمن لعجين ثلاث بنات وخمس شباب عندنا صندر الصادق وزانة عبد السلام وزانة محنود وزانة البنات وعندنا من الثيل عندنا أحمد المراغي وعمر العربي لعب النتر الأهلي ومحمد عفيقي وفياد فاتر وأحمد عبد الرحمن دول البعثة اللي هي هتشارك إن شاء الله في بطولة العالم بلتريكا عشرين تاتة وعشرين من ثلاثين في كتمبر لكمانية أكتوبة إن شاء الله البيعثة عددتها قليل نسبيا ولا بيتهيائلي ولا هو ده الحد الأقصى لا يعني هو هو ليس العدد المتخبات بيبقى المتارك في البطولات دي بيبقى هو ده العدد يعني المخموح به أو أكثر واحد أو ثمين ده العدد اللي هو المتعرف عليه ومن ثلاثين هتشارك إن شاء الله في البطولة بإذن الله كويس جدا مهم كمان إن إحنا نتطمن وأنا دايما بحب أنا وكريم يعني نركز شوية في النقطة دي فكرة هنا توفير كافة إحتياجات اللاعبين وكمان إحنا بنتكلم إن إحنا بنستهدف كمان مراكز أولى إن شاء الله في هذه البطولة فهل كل الإحتياجات متوفرة؟ هل في مشاكل مثلا عند الأبطال؟ هل في مشاكل دلوقتي تقدر حديثك تطلعنا عليها قبل ما بإذن الله نروح للأولمبيات اللي إحنا عندنا أمل بإذن الله إحنا هنتأهل يعني خلينا نتكلم من دلوقتي يعني أنا أريد أن أقول لك حدثك حدثنا بدأنا من دايس الصخر في بتمبر الولاد اشتركوا في منترومية دولية ونجيب بطولة كبيرة مصنفة من الحياة الدولي والولاد حققوا فيها ثلاث مدريات ثلاثين ذهبوا واحدة قضية وبعد البطولة على طول الولاد ترجعوا إلى ترزية دخلوا في المعاشرة يعني لغاية قبل البطولة قبل ما يشافروا بالجيسة 48 البنات مرضوا راحوا كاس العالم أو كاس التحدي في باريس بيشاركوا فيها وحقومة مؤخرا في باريس وحقومة على الصالة اللي اعتقام عليها أولمبيات باريس عشرين وعربعة وعشرين يعني باريس نستيب حاجة للطفة بلأت استعادت مبكرا للصدفة بلومبيات بنظامة بطولة التحدي دي وسارك مستخب البنات في البطولة وبعد المستركة في البطولة هم كمان يرتفعوا بالمعاشرة في جرزية معاشرة جرزية كان معاشرة يعني طارم دكتور إيهاب أمين وحسن اللي تتحددين المصر والإسليكي للجنباز راح لناك المعاشرة وانتطفى باللعيبة أو وتميتهم وغيرهم على تسليحة أو يعني انساء الله في بطولة العالم نتيجة طليط باسمه مصر باسم الله وخصوصا لمنتخب فعلا يعني مصر للصدفة بداية تتبه في معسكر اللي تلايجا ما تروح يعني بقى لهم مصر العيبة على طول تدريبات سواء هنا في مصر في المركز أولومبي في المعادي أو في طولة رومانيا وبعد بيها في معسكر جرزية بيستعدوا فعلا بخطة ثابتة زي ما بيقول زي ما بيقول واخديروا الموضوع إن شاء الله تحديدهم إنهم يتطلوا بمظهر مصرر بريس إلا قبل البطولة العالم رائع جدا نشكرك أستاذ أحمد المحمدي المنصق الإعلامي لاتحاد الجنباز وكل التوفيق ليهم بإذن الله في هذه البطولة بطولة كبيرة جدا ومؤهلة زي ما كنا بنقول لحضراتكم طبعا لأولمبياد بريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر